بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف رزقنا الله وإياكم أن نكون من أنصاره وأعوانه في هذه الدنيا وأن نكون من المحشورين معه إن شاء الله تعالى تحت لوائه في الآخرة الإنسان المؤمن الشيعي يفتخر بأن يكون خادما لأهل البيت عليهم السلام وهذا خصوصا تجدونه بأنه الإنسان المؤمن يفرح عندما يقال بأنه فلان هو خادم أمير المؤمنين مثلا فلان هو خادم الزهراء فلان خادم الحسن وهكذا بالنسبة لباقي الأئمة وخصوصا يتجلى هذا المفهوم وهذا العنوان بالنسبة لخادم الحسين عليه السلام تجدون بأن الناس يتنافسون على هذا اللقب على هذه السمة البارزة التي تكون للمؤمنين يفرح يتشرف يفتخر بأن ينادى بأنه خادم الحسين كيف يمكن للإنسان أن يكون خادما لأهل البيت؟ هناك طرق عدة قد يكون الإنسان رادوداً قد يكون شاعراً قد يكون كاتباً قد يكون خادماً للزوار الحسين للزوار أهل البيت عليهم السلام هذا المفهوم أيضاً ورد بالنسبة للإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف أن يكون الإنسان المؤمن خادماً للإمام الحج عجل الله فرجو الشريف هذا المفهوم من أين يستفاد؟ من أين يفهم؟ يفهم من هذه الرواية التي جاء أحد الأشخاص وسأل الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله هل ولد القائم؟ قال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي الإمام الصادق عليه السلام أورد لفظ الخدمة بأنه لو كان الإمام عجل الله فرجو الشريف مولوداً لخدمته أيام حياتي فإذن هذا البرنامج سيتناول هذه الفكرة كيف يمكن للإنسان المؤمن أن يكون خادماً للإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف ونحن نعيش في أيامه في أيام غيبته وإن شاء الله تعالى نوفق ونرزق هذه النعمة العظيمة بأن نكون من الذين يعيشون مع الإمام عجل الله فرجو الشريف في عصر الظهور أيضاً كيف يمكن لي كإنسان مؤمن موالي أن أكون خادماً للإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف فإذن هذه الفكرة ستكون على قسمين على نوعين في المرحلة الأولى أو القسم الأول سنتناول كيفية خدمة الإمام عجل الله فرجو الشريف في عصر الغيبة وبعد ذلك سننتقل إلى كيفية خدمة الإمام عجل الله فرجو الشريف في عصر الظهور لاحظوا أولاً قبل أن نأتي ونبين هذه الأقسام وهذه الطرق لخدمة الإمام عجل الله فرجو الشريف يجب أن نبين هل أن هذه الخدمة متاحة للجميع أو لا لا يعتقد البعض بأن هذه الخدمة هو شيء قليل شيء ليس بالمستوى المطلوب للإنسان المؤمن بعض الأحيان الإنسان قد يأخذه الغرور يأخذه التكبر يقول لماذا أنا أكون خادماً للإمام أنا مقامي أعلى أنا رتبتي أعلى لا سنأتي ونبين بأن هذا المقام مقام الخدمة خدمة أهل البيت عليه السلام الله سبحانه وتعالى تمنن بها على عظام ملائكته لم يكن شيئاً عادياً لم يكن شيئاً بسيطاً فإذن الخدمة هو أولاً توفيق من الله سبحانه وتعالى ثانياً يحتاج إلى قبول من أهل البيت عليه السلام ليس كل الأشخاص يتاح لهم هذه الفرصة يتاح لهم هذا التوفيق بأن تكون خادماً لأهل البيت عليه السلام وكما قلنا بأن الخدمة ليست فقط الخدمة المباشرة بأن تكون قاضياً لحوائج الإمام أو ساعياً في حوائج الإمام نعم هذا جزء من أجزاء الخدمة ولكن هناك مفاهيم أخرى لخدمة الإمام سنأتي ونبينها إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج لاحظوا أولاً هناك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَا فإذن هذا المقام الله سبحانه وتعالى جعله للملائكة بأن جعلهم هم خداماً لأهل البيت عليه السلام وهذا المقام أيضاً بأن تكون مخدوماً من الملائكة أعطاه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الخالصين في ولايتهم وفي عقيدتهم فإذن هذا المقام أولاً أعطيه للملائكة بأن الملائكة جعلوا خداماً لأهل البيت عليه السلام فأنت عندما تسأل من الله سبحانه وتعالى بأن تكون خادماً للإمام عجل الله فرجو الشريف أنت تنافس الملائكة على هذا المقام كذلك ورد عن أبي ذر سلام الله عليه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول افتخر إسرافيل على جبرائيل فقال أنا خير منك فقال جبرائيل ولما أنت خير مني هؤلاء من عظام الملائكة قال لأني صاحب الثمانية حملة عرش الله وأنا صاحب النفخة في الصور وأنا أقرب الملائكة إلى الله عز وجل فقال جبرائيل أنا خير منك فقال إسرافيل وبماذا أنت خير مني قال جبرائيل لأني أمين الله على وحيه ورسوله إلى أنبيائه المرسلين وأنا صاحب الخسوف ما أهلك الله أمة من الأمم إلا على يدي فاختصما إلى الله تبارك وتعالى فأوحى الله إليهما أسكتاه فعزتي وجلالي لقد خلقت من هو خير منكما قالا يا رب وتخلق من هو خير منا ونحن خلقنا من نور فقال نعم وأوحى الله تعالى إلى حجب القدرة انكشفي فانكشفت فإذا على ساق العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين خير خلق الله فقال جبرائيل بعد أن وجد عظمة هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء لاحظوا ماذا طلب من الله سبحانه وتعالى قال يا رب أسألك بحقهم عليك أن تجعلني خادمهم جبرائيل بعظمة مقامه بجلالة قدره سأل من الله سبحانه وتعالى بعد أن انكشفت الحقيقة أمام عينه ورأى مقام أهل البيت عليهم السلام سأل من الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك أن تجعلني خادمهم هذا يدل على أمرين أولا يدل على عظيم مقام أهل البيت عليهم السلام وشريف رتبتهم ومدى قربهم من الله سبحانه وتعالى لذلك طلب أن يكون خادمهم الأمر الثاني علم جبرايل عليه السلام بأنه مهما بلغ به المقام والفضل عند الله سبحانه وتعالى إلا أنه لا يستطيع أن يصل إلى مقام أهل البيت عليه السلام لذلك لم يطلب أن يكون في مقامهم في نفس رتبتهم لا طلب أن يكون خادمهم لأنه علم هناك فرق كبير بين مقام هؤلاء الصفوة وبين مقامه عند الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى قد فعلت فجبرايل عليه السلام خادم أهل البيت وإنه لخادمنا هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الحقيقة فإذن مقام الخدمة ليس مقاما عاديا ليس مقاما دانيا والعياذ بالله لا هو مقام عالي مقام يحتاج إلى اصطفاء يحتاج إلى توفيق يحتاج إلى مزيد من العناية من أهل البيت عليهم السلام حتى يوفق الإنسان بأن يكون خادما لأهل البيت عليهم السلام وضربت لكم هذا المثال البسيط أنتم في هذه الدنيا تفتخرون بأنكم تنادون بخادم الحسين تنادون بخادم أمير المؤمنين تنادون بخادم الإمامين الجوادين وهكذا بالنسبة لباقي أهل البيت فإذن هذا المقام مقام تشريف وتعظيم من الله سبحانه وتعالى لاحظوا هناك قد يأتي سائل ويسأل ما هي فوائد خدمة أهل البيت عليهم السلام علمنا أولا بأن هذا المقام هو مقام اصطفائي الأمر الثاني ما هي فوائد هذه الخدمة بأن أسأل من الله سبحانه وتعالى بأن أكون خادما لأهل البيت هل هناك فوائد تترتب على ذلك أو لا طبعا هناك عدة فوائد وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام تبين بأن لخادم أهل البيت عليهم السلام مقام عند الله سبحانه وتعالى فلذلك أنا عندما أطلب من الله سبحانه وتعالى بأن أكون خادما للإمام عجل الله فرجو الشريف هذا يكون أيضا يترتب عليه عدة فوائد عدة آثار أذكر لكم بعض الروايات في هذا المجال لاحظوا مثلا هذه الرواية التي وردت عن محمد بن الوليد ابن يزيد قال للإمام الجواد عليه السلام في عدة مسائل سألها من الإمام الجواد وهذه كانت من إحدى المسائل قال له جعلت في ذاك فما لمواليكم من موالاتكم ما هو الشيء الذي يتحصل عليه المؤمنون نتيجة هذه الولاية هذه الموالات لكم فقال لاحظوا هنا الإمام الجواد لم يذكر له الجواب بيّن له حادثة حدثت في زمن الإمام الصادق عليه السلام وفيها جواب لهذا السؤال الذي سأله قال إن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كان له غلام يمسك بغلته إذا دخل المسجد الإمام الصادق عليه السلام عندما كان يريد أن يصلي ويدخل المسجد كان لديه غلام يقف بباب المسجد ويمسك هذه الدابة حتى ينتهي الإمام الصادق عليه السلام من الصلاة ويأتي ويركبها ويذهب إلى البيت هذا كان عمله فبينه هو في بعض الأيام وهو جالس في المسجد إذ أقبلت رقعة من خراسان رسالة جاءت من خراسان فأقبل بها الرجل إلى الغلام وفي يده البغلة فقال له من داخل المسجد؟ قال له مولاي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال له الرجل هل لك يا غلام أن تسأله أن يجعلني مكانك؟ فأكون مملوكا وأجعل لك مالي كله؟ عرض عليه هذا الأمر أنت غلام للإمام الصادق أنت عبد للإمام الصادق خادم للإمام الصادق أنا أقدم لك هذا العرض اذهب وقل للإمام الصادق يا ابن رسول الله هذا الرجل الخراساني يكون غلامك بدلا عني وأنا في مقابل ذلك أنا رجل غني أعطيك جميع أموالي فقط حتى يقبل الإمام الصادق أن أكون خادم له فإني كثير المال كثير الضياع يعني كثير الأراضي لدي كثير من الأراضي وأشهد لك بجميعه وأكتب وتمضي إلى خراسان وتقبضه أكتب لك هذا الكتاب وتذهب إلى خراسان وتقبض جميع الأموال جميع الأراضي تصبح لك وأقيم أنا معه مكانك هذا عرض أعطاه هذا الخراساني لهذا الغلام للإمام الصادق عليه السلام طبعا هذا العرض عرض ضخم وحقيقة يعني يغري الإنسان فقال الغلام أسأل مولاي ذلك فلما خرج قدم بغلته حتى ركبه فاتبعه كما كان يفعل فلما نزل في داره واستأذن الغلام ودخل عليه فقال يا مولاي تعرف خدمتي وطول صحبتي فإن ساق الله لي خيرا تمنعني منه يقول الإمام الصادق فقال له أعطيك من عندي وأمنعك من غيري عاش لله أنا أريد مصلحتك فلماذا أمنع الخير عنك فحكى له حديث الخراساني فقال له عليه السلام إن زهدت في خدمتنا أرسلناك وإن رغبت فينا قبلناك فولى الغلام ذهب بعد أن سمع هذه المقالة من الإمام الصارق ذهب قال له إذا كنت زاهدا في خدمتنا ارحل ولكن إذا كنت حابا محبا لخدمتنا أبقى فولى الغلام فقال له الإمام الصادق عليه السلام أنا نعم خيرتك ولكن أنصحك لطول الصحبة ولك الخيار أنا أنصحك أن تبقى في صحبتنا والخيار لك قال نعم فقال الإمام الصادق إذا كان يوم القيامة كان رسول الله صلى الله عليه وآله متعلقا بنور الله آخذا بحجزته وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسن والحسين ولأمة منهم عليهم السلام وكذلك شيعتنا معنا يدخلون مداخلنا ويردون مواردنا ويسكنون مساكننا فقال له الغلام يا مولاي بل أقيم في خدمتك وأختار ما ذكرت فالإمام الصادق عليه السلام بيّن له الآثار التي تترتب على خدمة أهل البيت بأن تكون يوم القيامة من الذين يحشرون معهم يأخذون بنورهم يتمسكون بنورهم فلا تعتقد بأن هذه الخدمة كخدمة إنسان لمولاه لمالكه للإنسان الذي يعمل معه لا هناك فرق كبير بين أن يكون الإنسان خادما لأهل البيت وبين أن يكون خادما لأحد من الناس الإنسان الذي يكون خادما لأهل البيت فكأنما خدم الله سبحانه وتعالى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما أورد هذه العبارة وهذا المصطلح في دعاء كوميل مثلا قال قوي على خدمتك جوارحي إذن هناك خدمة لله سبحانه وتعالى هذه الخدمة لله سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا عن طريق خدمة أهل البيت عليه السلام كذلك ورد في مورد آخر يدل على عظيم المقام هناك رواية وردت عن علي بن معمر قال خرجت أم أيمن إلى مكة لما توفيت فاطمة وقالت لا أرى المدينة بعدها بعد شهادة الزهراء أنا لا أستطيع أن أبقى في المدينة وأرى المدينة فخرجت إلى مكة فأصابها عطش شديد في الجحفة حتى خافت على نفسها خافت أن تموت من العطش قال فكسرت عينيها نحو السماء يعني بحالة من الانكسار والخشوع ثم قالت يا رب أتعطشني وأنا خادمة بنت نبيك أقسمت عليه بهذا القسم أنا يا ربي خادمة الزهراء فهل معقول بأن أعطش في هذا الطريق وأموت قال فنزل إليها دلو من ماء الجنة فشربت ولم تجع ولم تطعم سنين لمدة سنين هذه أم أيمان استغنت عن الطعام والشراب بفضل هذا الماء الذي رزقت إياه من الجنة بفضل أنها طلبت من الله سبحانه وتعالى بأن يتكرم عليها لأنها خادمة الزهراء عليه السلام هذه جملة من الأمور وجملة من الفوائد التي يتبين لنا عن طريق خدمة أهل البيت عليه السلام ما هي هذه الفوائد التي من الممكن للمؤمنين يتحصل عليها نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نوفق بأن نكون خداما لأهل البيت عليه السلام في هذه الدنيا وأن نحشر معهم إن شاء الله وتعالى في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطهرين اشتركوا في القناة